ايه رأيك في النادي الاهلي في الفترة الأخيرة على مستوى البطلات البيحاءة على مستوى الوصول الناس في نهاية دولة أبطال أفريقيا على مستوى تحسن النتائج بشكل كبير السؤال العام الأول بقى نخش في تفاصيل لا النادي الاهلي نادي كبير كريم وده طبيعي للنادي الاهلي انه هو بياخد بطولات لما بيوصل للفاينال في أي بطولة يعني النادي الاهلي دقائيا كان بطولة أفريقيا بطولة كاس الأهلي عنده مقاومات البطولة من زمان يعني أجيال وأجيال كلها بتسلم بعضية النادي الأهلي نادي عريق ونادي كبير ونادي عنده مقاومات البطولة دايما فالنادي الأهلي أنه يحصل على بطولة الكاس السوبر أو أي بطولة بشارك فيه أو كاس النادي الأهلي يعني استحق ذلك لأنه عنده إدارة محترمة جدا إدارة ملتزمة إدارة بتشتغل بس عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده جهاز فني محترم جدا عنده جماهير مش موجودة في العالم بحجم حجم النادي الأهلي وحبهم لعشقهم للنادي الأهلي فبالتالي يعني لا النادي الأهلي فعلا في مصر النادي الأهلي يعني في حتة تانية دي حقيقة يعني مش تحيز النادي الأهلي عشان لعبت في النادي الأهلي تاريخ بيقول كده البطولات بتقول كده المواقف بتقول كده الحاجات اللي منشوفها من نادي الآلي كل سنة حتى لو هو بيعاني تقولي النادي الآلي يستحق البطولات اللي بياخدوا أكتر من كده فألف مليون مبروك النادي الآلي على البطولة وكلنا سعداء ان لما الاهلي بياخد بطولة يعني وان شاء الله بطولة أفريكا بإذن الله